اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظرا لما حواه من بلاغة ومن قواعد أصولية ومن فقه ومن حديث ومن قواعد اللغة العربية ده حدث اليوم عن الإمام القرطبي ابن قرطبة الأندلسية في مصر أرض المجددين يتمثل محور مشروعه التجديدي تجلى في تفسيره الذي ما زال يرجع إليه الناس إلى يوم الناس هذا فصار تفسيره حجة إلى يوم الناس هذا جمع فيه فأوعى اللغة والقراءات وأحكام الفقه وابتعد عن الإسرائيليات وعن عقلية الخرافة رحم الله الإمام القرطبي فضيلة العلامة لصوص دكتور علي جمع أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بكم أهلا بكم مولانا نتحدث اليوم عن الإمام القرطبي رحمة الله عليه صاحب الجامع لأحكام القرآن لو تحدثنا عن مشروعه التجديدي ومفتاح هذا المشروع نقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي هو ولد في الأندلس اللي هي دلوقتي بإسمه إسبانيا وقرطبة من البلاد العريقة والتي حملت الحضارة الإسلامية وتعلم هناك الإمام القرطبي أتى لنا في مجال التفسير بكتاب فريد لا مثيل له من مصادره تفسير بن عطي إحنا كنا في يعني متعجبين كيف كل هذا العلم والوضوح والشفافية والسهولة ده القرطبي سهل إلى الآن حتى على مع تظاهر اللغة ومع عدم الاهتمام بها من يقرأ القرطبي يفهم إلى الآن فهو أخذه من تفسير أبي بكر بن عربي الأندلسي كان له تفسير كبير في تسعين مجلد وأخذه أيضا من ابن عطية وعرفنا ده لما ابن عطية اطبع فعرفنا أن هناك مقاطع لكن من ابن عطية موجودة في القرطبي لكن القرطبي أضاف القراءات أضاف توجيه هذه القراءات أضاف علوم العربية أضاف الأحكام الفقهية وحزف كل ما كان معتمدا على الأساطير على الإسرائيليات على القصص المتداول الشعبي حزف من التفسير كل هذه الأشياء والقرطبي ولد في أوائل القرن يعني ستمائة ستمائة وعشرة في خداف لكنه انتقل في ستمائة وواحد وسبعين يعني إما يكون عنده واحد وسبعين سنة أو واحد وستين سنة فلكنه بحكم تربيته في الأندلس كان مالكي لأن كل المغرب كان مالكي لكنه لم يكن متعصبا للمالكية وكان عندما يذكر الأحكام يذكرها بأدلتها وكيفية تفريعها على هذه الأدلة وكيفية استنباط هذه الأحكام فقلف كتابه الجامع لأحكام القرآن حزف القصص والأساطير والكلام اللي مالوش لازمة أو الضعيف أو الخرافات إن صحها التعبير أو الإسرائيليات واكتفى بتعليم القرآن ابن أبو بكر بن العربي يسبقه لكنه أطال في تفسيره جدا يعني أبل ما تقرأ الآية تخد لك فيها إسبوعين ثلاثة ابن عطية اختصر في تفسيره فهو جاء لنا بمدرسة تجديدية في التفسير مبناها نمر واحد تفسير القرآن بالقرآن مبناها بيان الأحكام الشرعية من خلال القرآن الكريم مبناها عدم الالتفات إلى الروايات الخرافية الأسطورية أو القصص الشعبي أو الإسرائيليات المروية عن بني إسرائيل مبناها الاهتمام البليغ باللغة العربية مبناها أخذ القراءات مأخذ أنها أبعاد القرآن يعني القرآن ليس قراءة واحدة فيبين في تفسيره الإعراب يبين في تفسيره ما الذي ورد فيها من القراءات ويبين في تفسيره أحكام الفقه ويتتبع هذا المدرسة هذه مدرسة تعد مدرسة تجديدية لما جاء القرطبي إلى مصر اختار مونية ابن خصيب ابن خصيب ده كان يعني في الدولة العباسية وحصل في منطقة محافظة المينية دلوقتي حصل يعني زي صورة زي اضطرابات حاجات زي كده فالخليفة زعل من أهل هذه المنطقة وقال والله لابعت لكم واحد يحكمكم يكون يعني مش ابن أصول يعني علشان يعمل التصرفات وحشة فبعت لهم ابن خصيب اللي هو زي أقل عبد موجود في القصر بتاع الخليفة في بغداد بالعين دي يعني في أهالي المنطقة علشان يربيهم بقى علشان زي ما بيقول المتنبي لا تشتري العبد إلا والعصى معه إن العبيد لأنجاس مناكيده يعني كان بيبقى أخلاق العبيد دي كانت يعني اللي احنا بنسميها السوقية فبعت لهم ابن خصيب طلع ابن خصيب ابن ناس وحسنت سيرته في أهل المنطقة وعمل حاجة كانوا زمان يسموها المونية مونية يعني الأمنية يعني يعني عمل حاجة حلوة وشوية جناين على شوية بيوت حلوة على شوية جدد البيوت بتاعت الرأية إلى آخرين طب إحنا يا ابن خصيب بعطيناك عشان تقرفهم أنت دلوقتي جيت وروحت عمل لهم حاجة راقية قوي وحلوة قوي ومثالية نموذجية فزعل منه الخليفة قوي واستدعاه ويعني عاقبه حتى ضرت عيناه فقد البصل كانوا هو والي خد الأولاية هنا حط لؤلؤتين كبار كده أو جوهريتين في العمة بتاعته وبعدين ماشي في السوق عايز يأكل ساندويتش وقال عايز يأكل حاجة فلاقى واحد شاعر بيمدح في ابن خصيب فقال له تعالى انت بتمدح في ابن خصيب ازاي قال له لأ ابن خصيب ده كان راجل صالح وكان راجل طيب وما استجبش لدعوة الظلم وعدلة في الناس قال له طب خد الجوهرتين دول جزاء ان انت مدحت ابن خصيب ومش لقى اياكل الجوهرتين راحوا للخليفة الخليفة أهلا الله الجواهر دي الجواهر ملكية كانت مع مين لأ ابن خصيب تاني وهو يتسول في السوق أو وهو يعني ماشي في السوق ما حاجة واش فقال له لأ ده انت بقى انت فهمت كان ان انت تدي جوهرتين وانت ما معكش حاجة تبقى انت رجل نزيه اه ابن اصول ابن اصول ودناس وكده الاخري فارجعه الى فسميت مونية ابن خصيب اللي هي المينية دلوقتي فالامام القرطبي كان فيه بلد هناك في الاندلس اسمها مونية نصر فمونية نصر ده هي شبيهة بمونية ابن خصيب يعني كانت الروح بتاعتها فلا انه جاي من هناك راح اعد في هذا المكان ومات بها ودفن وقبره موجود هناك في المينية الى الان مفتاح مشروعي التجديدي تفسير القرآن يعني تفسير القرآن اعتبره هو اول لبنة في بناء الحضارة ان احنا نفهم القرآن فهما مباشرا بعيدا عن الاساطير بعيدا عن الاسرائيليات بعيدا عن الاوهم والخرافات بعيدا عن وهكذا ولذلك العلماء تكلموا على ان هناك موطن فيه نوع من انواع الخرافة او الاسطورة في صورة الكهف فقالوا هذا متسوس يعني هي موجودة دلوقتي لما راجع صورة الكهف عند قيام اهل الكهف وكذا والايات اللي موجودة في الفتية الذين امنوا بربهم وازدناهم هدى دول امتلاء القرطبي جاي بقصة خرافية لا تتسق اطلاقا مع منهجه في بقية التفسير ممكن نعرف تفاصيلها يا مولانا بس بعد الفصل بعد الفصل ان شاء الله ان شاء الله اشكر فضلك ارجوكم خليكم معنا بالمينيا عروس صعي ووسط سكانها تسمع اصوات المحبين تعتالي السماء فتقودك لمسجد الامام القرطبي هذا العالم الجليل الذي ارتبط به المحبون من كل مكان بالمينيا خاصة ومصر عامة فتجد الاف الاشخاص يترددون على اعتاب هذا المسجد وفي رحاب روح الامام القرطبي تاركين دعواتهم وامياتهم طالبين من الله عز وجل العفو والغسران ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين مرحبا حضراتكم مرة أخرى وبجد الترحيبي بفضيلة العالم الجليل وسيد دكتور عالي جمعة فالدكتور أهلا محرك مرة أخرى توقفنا قبل الفاصل عند رواية حول أصحاب أو الفتية أهل الكهف في هذه الآية الكريمة وان الرواية دي قد تكون متسوسة على تفسير الإمام القرطبي منهج القرطبي كما قلنا مبني على هذا الإبداع من جعل القرآن الكريم بتفسيره يصل إلى استنباط الأحكام سواء الدينية أو الدنيوية من أجل عمارة الأرض من أجل تسجية النفس من أجل عبادة الله وهو يقاوم كل المقاومة العقلية الخرافية فجيه في قصة خرافية هنا يبقى فيها عدسسها الكتب القديمة دية يعني حصل فيها شيء من هذه الدس نبه عليه الإمام الشعراني ونبه عليه غيره كتير والإمام ابن حجر الهيتمي إلى آخر فإيه قصة دي للخرافية بتصور أو يقول إنه في عهد سيدنا أبو بكر إنه عمر بن الخطاب كان قاعد مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وخلي بالك رجل الله عنهم ورضاهم يعني الأيبة الأربعة والكلفاء الأربعة الكبار كلهم وبعدين قالوا إن إحنا عايزين يعني نتعلم أو نقابل أو نستفيد من أهل الكاف فعمر بسط لهم العباية بتاعته وكل واحد قاعد على طرف العباية فالعباية طارت يعني واخد بالك إزاي وطارت راحت إلى أهل الكهف اللي في الأردن اللي في فلاديلفيا دلوقتي اكتشفوهم وعملوهم وبعدين نزلوا في المكان ده وربنا أحيالهم أهل الكهف من القبر قبلوهم وكلموهم وقالو لهم وعدودهم وكذا إلى خير ودعو لهم وبعدين لبسوا العباية تاني وإيه ركبوا العباية وكذا ده طبعا قبل ده نعم بتسوسة بتسوسة فجاهبها في الوسط من غير أي حاجة إليها فده على طول يتبين منا أنه ده لما تقرأ عشرين مجلد ما فيهمش اللي النقطة دي عشرين مجلد عشرين مجلد وما فيهمش إلا هذه النص صفحة دي تحسأ لاللي قبلها متسط معها صحيح ولا اللي بعدها متسط معها ده واحد راح حشرها في النص فإذا دي متسوسة في الباقي بقى يعني حاجات الحقيقة إنها ممكن تمشي حاجات بسيطة جدا وهو أنه كان يتعجب ممن يقول بكروية الأرض وخدبات سياتك إزاي ده طبعا ده راجع ليه الصقف المعرفي بتاع العصور وحتى ابن حزم الظاهر ينص على هذا ابن تيمية ينص على أنها كرة فالليش عارف دي زي إيه بيئة ثقافية وثقف معرفي لا يؤاخذ عليه لكن الفكرة التجديدية عنده هو فيه أن القرآن يصير كتاب وحي لابد علينا أن نتصل به مباشرة بتفسير صحيح بعيد عن هذه العقليات كلها و في نفس الوقت يصبح أداة لخدمة محور الحضارة الإسلامية فده اللي جابه الإمام القرطبي أيضا ليه كتاب التذكرة التذكرة بأحوال موت وأمور الأخرة ربما يختلف عن الجامع تماما في الموضوع ولكنه حتى ما أخدش يمكن نفس الصيد أو الشهرة اللي الجامع لأحكام القرآن لما جم يعملوا حركة الطباعة وضرب كتب المصرية أدت في هذا الدور الكبير اختاروا أهم ما للقرطبي من القرطبي له كتاب التذكرة التذكرة ده تبع بعد كده في الستينيات ما تبعش فيه أول قرط زي تفسير القرطبي التذكرة وله كتاب التذكار في الأذكار وله كتاب شرح كتاب أسماء الله الحسنة لأن الرجل كان فاهم مقاصد الخلق مقاصد ربنا من الدنيا أول حاجة العبادة وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون تاني حاجة العمارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إني جعلهم في الأرض خليفة تالت حاجة يوم القيامة الأخلاق التذكية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها الإيمان هو إيمان بالتكليف وباليوم الآخر بعد الإيمان بالله فرح مألف على هذا النمط يعني بيألف حاجة للتذكية التذكار في أفضل الأذكار لأنه الذكر والفكر يعني هم الطريق الموصل إلى الله الذين يذكرون الله قياما وقوضا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يبقى في ذكر وفي فكر فرح كتب له كتاب في الذكر وكتب له كتاب في محورية القرآن وكتب له كتاب في اليوم الآخر وما فيه من مشاهد وما يسأل الناس هل الموت عدم يعني عدمنا ولا في حياة أخرى وله كتاب آخر بقى في عمارة الأرض وهو شرح الموطأ له كتاب في شرح الموطأ بس يعني لم يطبع بعد إلى الآن التذكار طبع التذكرة طبعت والتذكار طبع والتفسير طبع لكن لم يطبع إلى الآن شرحه على موطأ الإمام مالي كله بيباين فيه برضو الأحكام الفقهية في عمارة الأرض واضح مولانا أن يعني سبحان الله في حجمة إلهية أن العلماء حتى لو في زمن نجد أن الإمام الشطبي تقريبا في نفس العصر بس موجود في اسكندريا للإمام القرطبي تقريبا برضو في نفس العصر موجود في الصعيد في وسط الصعيد يعني وكأن العلم مراد ربنا على أرض البلد دي أن يكون فيه أكتر من إمام أكتر من عالم وأن يعم الخير والعلم على أماكن كتير في مصر هو سلسلة متصلة يعني أنت لما تاخد الإمام الشطبي اللي هو بتاع القراءات مصبوط هتلاقيه 590 مثلا احنا معانا الإمام مثلا ابن عبد السلام هتلاقيه 660 الإمام القرافي هتلاقيه 684 الإمام مثلا صاحبنا القرطبي 671 فممكن يكون فيه تقاطعات زمنية مثلا فيه تقاطعات الزمنية دي لأن الأمر متصل احنا أمام هيئة تجديدية ممطلقة مفتاح المشروع التجديدي خدمة القرآن لمحور الحضار الله الله ده الشغل بتاع الإمام القرطبي مستفيدا من كل من سبقه مؤثرا في كل من أتى بعده وإلى يومنا هذا صحيح فالحمد لله رب العالمين على أن المجددون يعني دايما موجودين وبيجددوا وبيدوا وبيبنوا لبنات في صرح الحضارة والعطاء والقيادة والريادة أنا شاكر جدا لفضلتك يعني في الدكتور عالي يجو مع أحد وعلى مأنا المجددين فأنا شاكر لفضلتك على هذا الإفحار ربنا يجعلنا منه يا رب إن شاء الله بإذن الله مولانا شكرا جزيلا لحضرتك وشكر موصول لحضراتكم وإلى نقال من السلوكيات الخاطئة المبالغة في عمليات التجميل والمكياج التجميل والمكياج في حد ذاته جائز ولكن غير الجائز هو المبالغة المبالغة في هذا المجال يؤدي إلى الضرر ولا ضرر ولا درار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر صالح أعمالنا وما وفقتنا فيه يا رب العالمين في هذا الشهر الكريم من الذكر والتلاوة وسائر العبادات اللهم تقبل منا يا كريم واجعلنا من مستجاب الدعاء في ذلك الشهر العظيم